في مشهد يعز علينا حتى في أكثر أحلامنا جرأة في عالمنا العربي احتفل الرئيس التنزانيد جون ماكوفولي الجديد بفوزه في الانتخابات الرئاسية وبيوم الاستقلال بتنظيف شوارع العاصمة دار السلام من القمامة بمشاركة أهالي المدينة وبهذه الحملة تخلى الرئيس عن التقاليد الاحتفالية الاعتيادية بعيد الاستقلال بلاده الرابع والخمسين عن المملكة المتحدة وقد عمت الحملة أرجاء البلاد في ظل تعميم رسمي على الأهالي لتنظيف منازلهم حتى لا يضطر إلى دفع غرامة قدرها 40 ألف ليرة بالعملة المحلية أي ما يعادل 25 دولارا أمريكيا تستوفيها دوريات التفتيش التي ستزور المنازل حرصا على نظافتها ونظافة الأحياء خطوة الرئيس التنزاني الجديد الذي وصف بصانع التغيير جاءت بمثابة المؤشر الإيجابي إلى التزامه بتعهداته التي قطعها بمواجهة الفساد المتفشي في البلاد وفي رأيه الاستعراضات العسكرية والغنائية التي تجري عادة لمناسبة الاستقلال هي أمر مخزن في بلد يتفش فيه وباء الكوليرا ويبقى السؤال هل نعيش لنشهد يوما مماثلا في محيطنا العربي يتخلى فيه الرئيس والمسؤولون عن عشرات السيارات المواكبة لتنقلهم إن لم نقل العربات المصفحة مع مئات المرافقين المدججين بالأسلحة عدا قطع الطرق قبل ساعات من مرور مواكبهم والتسبب بزحمة سير خانقة